السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اعزائي التلاميذ فرح الحصة هذه اللي غادي تناولهم خلالات مرين تهم القوانين الاحصائية كان واحد الحالة خاصة جدا خاصكم تعرفوها في الهجونة التنائية حالة موريتتين مستقلتين غادي نقرأ بالفرنسيات مرة وغادي ندير التعريب في نفس لكس مرحبا بكم اعلى بركات الله القديم من موريتم نكثير على مُوريتم يفرحى في القروضًا به في القروضًا قروضًا 리 فورة أو الانيومات و وفورة مرحبا السمكه ارتداء للموضة المعدين في القروضًا خاصة الأمر الأنحل نجد نجد قدم نجد القروضًا تختلف أصناف نبات فم مفليه في شكل تواج تواج عادي أو غير عادي وفي لون تواج تواج أحمر أو أبيض من أجل دراسة كيفية انتقال هاتين الصفاتين وراتي هاتين نقترح للزوجات الأتية إذن ننتقل للبرمير كوازمون بين بلانت دو غاز بير هنا تنستروع لغاز بير بمعنى أن الأباء سان دو غاز بير بمعنى غادي كونو متشابهي الاقتران بالنسبة للموري تتين معا متشابهي الاقتران شنو نقصود به أنا غادي نكتبو نفس الروموز يل سورو عموزي جوة للباران دو غزلطات دو بكمية كوازمون إذا بالنسبة للتزوج الأول كانت بينا نباتات من صنفين ينتميين لسلالتين نقيتين سلالة نقية بمنارة متشابهي الاقتران شنو هي متشابهي الاقتران بمعنى غادي تستعمل نفس الروموز ديالحاليلات لأن عندهم نفس الحاليلات متلان كان أحمر دبتي أغ غدير أغ على أغ كان عندك لون أبيض غدير بي لب بي بنسبة صفة الأولى الصفة الثانية كذلك كان عندك نورمال غدير أين إلى أين النورمال غدير الرمز التي يراقب هاد الصفة جوج ديال المرة إذا قلنا أنه انجزنا التزوج الأول بين سلالتين نقيتين سلالة آلف نباتات دات تويج شكله عادي ولونه أحمر صفة باء أو سلالة باء نباتات دات تويج شكله غير عادي ولونه أبيض بعدها زراعة البودور ناتجة عن هذا التزوج كل النباتات المحصلة لها أظهار دات تويج شكله عادي ولونه ورطي الجيل الأول إذن سؤال ماذا تستنتيج من نتائج التزوج الأول إذن عندنا بالنسبة للأفأ اللي أوموجين ما حسمها شخصة اللي هي فيها مجموعة ديال أطراب مختلفين بل حسمها على أفأ اللي عندهم نفس الصفات التالي ماذا يمكنه أن يستنتيج إذن منه نبناء أفأ كلهما عندهم نفس فنوتيب إذن نقول لابكم يغلوات مندل تفريفين تم تطبيق أو تحقق القانون الأول لماذا؟ لأنه الأف واحد كي تنشوفوا عندهم كاملة نفس الصفات ميزناش صفرات في الأف واحد إذن بالنسبة الصفات الصفات ديال إذن عندنا الصفة اللي أولى للقناة فوق نغمال هذا نغمال راكنت عند أحد الأبوي إذن ما بقاش عندك الحق تقول كادو كو دومينونس غادي نقول دومينونس ديال الكاركتير دال تنعقل العلام اللي هنا وقت ما ظهرنا في الجيل الأول صفة أحد الأبوي غادي نقول الحليل تراقب هذه الصفة المتمثلة في شكل عادي فوسائد لماذا؟ لأنه ظهر عند أفراد الجيل الأول نزياد بينما الحال الليل كو كونتخول لفور النغمال إلي غيسيسيف هذا متنحي لشخة ما بنش لنا في الأفآ إذن عندنا كادو دومينونس دوطال بالنسبة دوزيام كاراكتر عندنا كولو غوز ما كيناش عند هذا بغيتي عند هذا ما كيناش لأم افطرنا هذه إذن ما كين غوز وكين بلون هذا كاراكتر هذا غوز ما كينش عندهم بجوج إذن إحنا نضل لكا دو كو دومينونس إذن باش نعرف ها ميزي يكون عندك الأفآ واحد الكاراكتر اللي ماشي ديال أبوين بجوج إذن عندنا لكا دو كو دومينونس نتقل للعربية بالنسبة للعربية عندنا هنا في النتيجة كل نباتات المحصل عليها لظهر ذات ويش شكل عادي نورمال عادي واللون وردي هذا عادي هو كان عند الأب هنا إذن سيادة تام الحالي الذي يراقب صفة عادي أو المظهر الخارجي عادي بينما الحالي الذي يراقب المظهر الخارجي غير عادي فهو متنحي ظهرت عندنا في الـ F1 واحد صفة اللي ماشي ديال في الأباء اللي هي وردي كان واحد لون أحمر لون أبيض إذن هاد الصفة ماشي ديال هم جوج إذن غادي نقول سيادة مشتركة أو تساوي السيادة بالتالي غادي نرمز لهم بجوج بهم الحالي لك بالرمز اللي اعطونا الكبير غادي نختار بكبيرة بنسبة البلانش وأقبيرة بنسبة الغوج هانتم ما لحظتم عايا هنا بالنسبة اللون غوز رمكيش الرمز بعد تلامد نهار الفرد الوطني تبدأ تغوت تقول لك غوز ما اعطونا شرمز باش الرمز زولي هنا غادي تعرف بأن هر عندك هش حالة تساوي السيادة لكو دومينوز تكون عندك واحد الرمز ناقص تتحسب ناقص ديال واحد الصفة شحال عندنا صفة عندنا ثلاثة أحمر أبيض وارضي غوز بلانش غوز شحال عندك من رمز بالنسبة اللون عندك جوج عندك R وعندك B R بالنسبة الأحمر وب بالنسبة الأبيض وما عندك شرمز اللي تقول كستعملو الغوز هنا تتعرف بأن بالنسبة لهاد الفينوطيب وهاد المضار غادي تستعمل R B اللي غادي يشيرو الغوز إذن أعيد بشوية كيفاش ممكن تعرفوا على حالة ديال كودومينوس تساوي السيادة تكون عندنا في الأف أ واحد المظهر الخارجي واحد الفينوطيب ليو ماشي ديال أبا وين مجوش بيو من تتجيل الرموز اللي تيعطي وكرا تيعطي الرموز ديال صفة اللي صفة التانية بينما هاد الصفة اللي كان في الأف أ ما كينش الرموز ماش غادي تشير لها هنا تتعرف بأن هاد الصفة راش ترك في إظهارها الحليل المعنى بالتالي غادي نكتبو R B إلا بغينا نقول غوز في مدار خارجي غادي نقول R B أو LB R إذن ديال ديزيال كوازمان بار أو فكند دي فلور دو لجن رس دو Fakk إلى فكند تحصو 370 في شروف dengan الأنش stressedامs 189 63 63 plantes avec des fleurs à corolles de forme anormale et de couleur rouge 62 plantes avec des fleurs à corolles de forme anormale et de couleur blanche Pour expliquer la répartition statistique des phénotypes obtenus dans la génération F2, un groupe d'apprenants a proposé ce qui suit. Les deux gènes responsables de la forme et de la couleur de la corolle sont indépendants. Réalisez l'interprétation chromosomique du premier et du deuxième croisement puis déterminez si la proposition de ce groupe concorde avec les résultats obtenus. Troisième croisement Entre des plantes de la génération F2 dont les fleurs sont à corolles de forme normale et de couleur blanche, hétérozygote pour le caractère forme de la colosse. Il y a un hétérozygote pour un deuxième caractère, c'est-à-dire qu'ils ont les deux allèles qui codent pour la forme de la corolle. La corolle, pardon, l'allèle qui codent pour la forme normale et l'allèle qui codent pour la forme anormale. Et des plantes avec des fleurs à corolle de forme anormale et de couleur rouge. A l'aide d'années chiquées de croisement, déterminer le pourcentage des phénotypes attendus de ce croisement. Donc, ici, nous demandons qu'on a besoin d'avoir un deuxième caractère de la génération F1 et F1. La corolle, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un deuxième caractère de la génération F1, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un deuxième caractère de la génération F1. La corolle, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un deuxième caractère de la génération F1. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un deuxième caractère de la génération F2. On a besoin d'un deuxième caractère... ... et puis, on a besoin d'un deuxième caractère. C'est-à-dire qu'on a besoin de la génération F1, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un deuxième caractère. إذا لقنا مختلفة الاقتران بمعنى أن صبغي القارن وصبغي المماثل ديالو عندهم رموز مختلفة بمعنى عندهم حليلات مختلفة عندهم الحليل العادي والحليل غير العادي ونباتات أزهارها دات وجه شكله غير عادي ولونه أحمر مستعينة بشبكة التذوج حدد نسب المظاير الخارجية المتوقعة بمعنى انطلاقاً من الشبكة غاد نحسبوه وهذا بعد ما نحسبوه التربطات ديال الأمساج المحصل عليها إذا هنا قالوا لنا أن الموريتتين مستقلتين إلا دلنا موريتتين مستقلتين كحال عندنا منصب غير غادي المبلوغ في الجينوتيب أو بيان لانترPRÉTATION خرموزوميك دي PARON دي للا پرميار جنراتيو وي للا دوزيان جنراتيو ديمن غادي بداو تن تلور عاق ديال سيفريت إذن إلغولي كام ديپندان اندكر عاق ديال سيفريت غالنا اند لی PARON سان دو راس پور إذن كي كانوا اند لی PARON كان اند لولاني كان عنده آآ N مع R اين ما شنوه والشكل العادي R اللون أحمر غادو لی PARON P الآباء في تزاوج مع فرد تاني اللي كان عنده شكل غير عادي ولكن اللون أبيض قلنا هادو سان دو راس پور هاد لجن سان اندبندان إذن غادي رسمو ربعا ديال سبريات ديالنا قلنا و من قلنا دو راس بور بمعنا غاد تعود ليا هاد اين جوشت المرات و هاد R جوشت المرات هنا هاد بتتان تكتبها الفوق و التحت علاش خد قلتي دو راس بور و ب B على B إذن قلنا الآباء مسلالة نقية والموريتتين مستقلتين إذن غادي نديرو ربعا ديال سبريات و غادي تعود هاد الحورف بجوشت المرات هاد بالنسبة للآباء بالنسبة للأمساج هادا غادي عطينا GRAND R و GRAND N هادا GR هادا غادي عطينا بتتان بتت ب شوف كين واحد الخطأ اللي تطحوا في بزفت لام تيجيو تيبو يخرجو الأمساج اشتديرو تيمتلو فقط غير مسيج واحد ها في المسيج تيمتلو في نط واحد الجان واحد او الحاليل واحد وهذا خطأ لانه في كل مسيج اش خاص يكون عندنا خاص يكون الحاليلات اللي تندرسوا جوش الحاليلات لانه عندنا جوش صفات واحد تراقب الشكل واحد تراقب ماذا اللون اذا بالنسبة ال F واحد غا تكون عندنا على الشكل التالي اذا N كبيرة على N صغيرة لاش حطيت هنا لانه هو الحاليل التي تراقب الصفات اللي ضدت هادا هادا عادي هادا غير عادي ما عندكش الحق انه تجي تديرو تحت A 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 يكون مقابل ليه و اللون المضاد عدنا احمر كيل ابيض ما يمكنش تحط هنا اغ والتحت تحط آن كتابة خاطئة نشوفو المدهر خارجي كي غادي نكتبوه هادا غادي يبان في المدهر خارجي هادا غادي يبان في المدهر خارجي خي تكينا كو دومينونس تساوي السيادة غادي ندير باع او اغ با اللي كتب تسحه وهادا هو باش نشيرو الورضي هادا عادي واللون ورضي هادا الاثان هادا الاثان هادا قلنا الاباء من سلالة ناقية غادي نكتبو الرموز جوجة المرات ديال الحاليلات وعندنا الموريتتين مستقلتين اذا ربعات ديال السبغيات لوقيتها فاش تبغي تصاوب الامساج غادي ترتبان خاص هادا الماسيج خي تعدنا هجونة تنائية يكون عندك جوجة الحاليلات كل حاليل تراقب واحد الصفة مثلا بسافتي خطوطي يديرو هنا واحد الماسيج اللي فيه فقط غير حاليل واحد ديال واحد الصفة في الف واحد غادي نجمعو هادا الامساج مخصناش نديرو الخطأ التالي نديرو غرون تين على غرون اخ هادا حاليل تراقب واحد الصفة اللي هو شكل ديال تويج هادا حاليل تراقب اللون مخصوش يكون مقابل ليه هادا هادا كتابة خاطئة هنا عندنا الحاليل اللي تراقب الشكل في صفغي القارين في الجزء المماتل له غادي يكون هادا حاليل تراقب الصفة اللي ضد شكل عادي ليه شكل غير عادي ثم من بعد غادي نديرو التزاوج الاف اه مع الاف اه وغادي نصابو شبكة التزاوج اللي غادي تعطينا الترددات التالية نزال في ما يخص صحيح هادا يكون عندنا بالشكل التالي الاف اه مع الاف اه وقد عندنا الموريتات مستقلين التالي عندنا الحق انه الامساج نعطيه نفس الترددات وقد عندنا شبكة التزاوجة هاد تكلنا بشكل تالي وقد نحصلو على الضرددات التالية هادا اللي بغيتكم تاخدو هي ها الضرددات هادي 6 على 16 3 على 16 3 على 16 جوج على 16 واحد على 16 واحد على 16 واحد على 16 هادي حالة مميزة لموريتتين مستقلة تلك الكا دو كو دومنانس انتر لزالة دان جن أو كين هندنا دومنانس تطال انتر لزالة دان نتر جن أو لزالة دان نتر جن دو جنسوا ادبنان دو كايت لامنتي عارفور تكلي فرقانس 9 sur 6 3 sur 6 3 sur 6 1 sur 6 مستقلة تنفاش في التزاوج دي ال F A مع ال F A اذا انتم كاملين تتعرفوا هات تردودات 9 sur 16 3 sur 16 3 sur 16 1 sur 16 كانت تردودات اخرين اللي ممكن تحصل عليهم عندك ستات المظاهر تردودات التالية 6 sur 16 3 sur 16 3 sur 16 1 sur 16 6 sur 16 3 sur 16 1 sur 16 10 on pair 1 sur 16 1 sur 16 مثل 1 sur 16 10 car 1 sur 16 3 sur 16 3 sur 16 so على ستة المضاير ترددات التالية ولكن فش من حالة مني تكون عندك تساوي سيادة بين حليلين واحد موريتا وسيادة تامة بين حليلين موريتا التانية. إذا راكار ممكن تمرين يكون بشكل آخر يقول لك حديد كيفية انتقال موريتا انت غادي تحسب هادوك التارددات التجريبية تردوم إلى نسب مئوية وغا تخرج نسب قريبة من هاد تاردددات هادو غا تقرر هالموريتتين استقل. دونك انا انبو كونكلور كل غزلطات تيوريك سون كونفورم غزلطات اكسبرومنتو. هالغزلطات اكسبرومنتو معدة تنشطو تلتمية وسبين وقسموها علم جموع اللي هي تسامية وسبعة وسبعة ودسين. تتعطينا واحد نسبات تقارب ستة على ستاش. هاد النساب النظرية غزلطات اكسبرومنت تيوريك غا تكونوا في البال ديالكم. هما المرجع ديالكم اللي تتقارنوا بهم نتائج تجريبية. لغزلطات اكسبرومنتو. دان اللي غا تضيفو في الملخصات ديالكم غا تضيفو هاد تاردددات هادو. باقي غا تنجيب واحد تمرين اخر غا تتعرفو من خلاله على الحالة الثالثة ديال تاردددات. ولكن يربط مع البال هنا كروازمو F-1 F-1 ما قلش كروازمو انتر F-1 اي انا امدي فيدي دوبلومو غيسيسيف. ستا دير تست كرواز. ما قلش تزاوج الراجع. F-1 مع F-1 هادو من نتائج لي تدسننو. لن تجانب بالمثال الأوقرف عندما الانتخار السحن وضع أمن من أحد الناس كتبه التأثير من المعالج المثال الانتخار السحن للحديث في التداد العديد تجانب نفسنا Findhنا سحوة النجو افضل يفتح الاشتراكت التروزيغود pour la form إلا قنا التروزيغود pour la form إلا خاصنك تبو بشكل تالي إلا غن N على ptiten ولا color blanche بينما الدزيان الانديبيدي qui participa à ce croisement إلا 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 دائما في الماتي propose إليكم واحد تزاوج التروزيغود لك يترميني لبورسانتاج تيوريك تاندي خاصك صعب لشيكي دو كوازمان دانك ردي كونن دن نتيج بشكل تالي ردي كونن دن هاد لغمت هادا بان لبورسانتاج دو سیکنة بورسان إلا لغمت هادا بسكنة بورسان خيط هاد إلا هاد لان دو يدي لان دو أغمت هاد م أغمت لغمت أغمت م جنة ردي عمت جين عمت أغمت 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 50% 50% هادا ردي عمت ه ين أغمت أغمت 8 تالي ردي نتح ردي رجل رجل 60% الانورمال كولو غوز 50% إذن كخلاصة أش ممكن تستفدو من هذا التمرين أش خاص يبقى لنا في التماغ دينا أنه بنسبة لكوازمو التزاوج بين برميار جنراسون F1-F1 رغم ما كان شهيد سعودة للسطاش تاتة على سطاش تاتة على سطاش تاتة على سطاش واحدة على سطاش كان نسب أخرين ومعب وكان نسب تاتة باش للمشي تيارك الفرد الوطني ستكون تعارف جميع الحالات ممكن أن تكون الحالة رقم واحد ولا رقم جوج ولا رقم ثلاثة اللي سنشوفه في واحد التمرين أخر ثم نسأل أخرى اللي خاص تبقى في بالنا منين يقول لنا نحددو النسب المنتظرة لبورسنتاج الفينوتيب أطندي خاص ضروري نصابو الشيكيه دقامت وفي الشيكيه دقامت لنكونو حددنا ديجا تردو دات الأمساج إذا نرى سيكورت بورسون كوملتيبلي أين لا تبقى هي سيكورت بورسون أن دمي فوان آية أن دمي نفس الشيء بالنسبة لهذه الخانات إذا ما بقى للآن إنا نودعكم على أمل لقاء بكم في حصة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر